اشتركوا في القناة ستكون الحاضنة الرئيسية والمالكة للمجموعة الإعلامية وهي مجموعة الصقر للإعلام حتى نحلق عالياً وإلى أبعد مدى في سماء الحرية وأما هنا في الأردن سوف نلتزم بالقوانين النظمة ورحنا إلى السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة وقدمنا وحصلنا على رخصة والآن سنذهب إلى هيئة الإعلام المظلة الإعلامية الرسمية في الأردن لنتحصل على الترخيص الرسمي منصات منصات هي الشركة الإعلامية الأردنية التي انضمت إلى زميلاتها المؤسسات الإعلامية الأردنية والتي ستكون ثورة بالإعلام الرقمي ثورة بالإعلام الرقم الأردني لماذا منصات؟ لأن الإعلام الآن هو الإعلام الرقمي وفي الأردن للأسف تركنا نحن الإعلاميين والصحفيين أو أهملنا كثيراً وسائل التواصل الاجتماعي وهناك كثير من الزملاء الصحفيين والإعلاميين المحترفين لم يستطيعوا أن يدخلوا إلى هذا المجل وهنا تكمن الخطورة لأن الفراغ الذي تركناه لغيرنا بقصد أو من غير قصد ملأ هذا الفراغ ملئ هذا الفراغ بناشطين ومدعيين الإعلام وشوهوا الصورة بشكل مؤذي من هنا لابد من ملء هذا الفراغ وبطريقة احترافية منصات ستضيء بشكل احترافي هذا الجانب المظلم في الإعلام الرقمي في الأردن ومن هنا عملنا على تأسيس وإحضار كل ما يلزم في مباني الشركة بعمان واخترنا الكادر الصحفي والإعلامي في الأردن بشكل دقيق جدا لينضموا إلى منصات ومعهم كادر إداري محترف في إدارة هذا العالم الرقمي الذي يدخل إلى بيوتنا بدون استئذان حتى نحلق عاليا بهمة الزملاء بإذن الله وقمنا في منصات ومجموعة الصقر الإعلام وبعد أن حصلنا على الرخصة من لندن وبشكل رسمي قمنا بضم المجموعة إلى منظمة الصحافة العالمية وسوف يكون الزملاء في منصات أعضاء في منظمة الصحافة العالمية حتى يكون عملنا متكامل وضمن القوانين والتشريعات التي تحكم مهنة الصحافة بشكل عام ولن نحيد قيدة أنملة عن الأصول التي تحكم العمل الإعلامي والصحفي المحترف في الأردن نعم هذا الوطن العزيز يستحق من الكثير والأصدقاء والزملاء والشركاء الأعزاء صقر ومحمد مؤمنين أن الأردن يستحق لذلك آمنوا أن منصات ستكون رقم صعب وأما فواصل برنامجكم فسوف يكون كما عهدتموه ينقل الهم ويركز على الخلل أينما كان ولن أجامل أو أهادم مهما كان الثمن فواصل الذي جاءكم عبر مدار عام كامل سوف يأتيكم الآن عبر منصات في فواصل سوف أعظم الإنجاز وسوف أركز أكثر على الفساد والمفسدين لن أكون بجانب الحكومة وسأراقب عمل مجلس النواب وكذلك باقي المؤسسات الوطنية لأن هذا صميم العمل الصحفي تحية لكم من القلب أهلا بكم في منصات هذا العالم الجديد في الإعلام الرقمي الأردني نلقاكم على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر